اشتركوا في القناة ومن ثم أمر بيها ابن أخوتها ابن أخوتها ومزوجتها قاعدوا يهاب البيت في نفس الوقت هم عندها ابن شهيد وابن الآخر شهيد وأخوه شهيد في المطلوب حقيقة هذه القصص نوقف يمها كأنما العراق أصبح مصنع للتضحية والدم نعم نفتخر بالدم نفتخر بالشهادة ولكن في نفس الوقت البد حتى يستقر يجب أن يكون هناك استقرار اجتماعي ويجب أن يكون هناك بيها اجتماعية مستقرة كفاء معانات على مدى أكثر من سبعين سنة العراق قلنا دوام الدم ودوامة حروب عبثية نحن قاعدين بها القاعة وتجيل بعدنا وتجيل بعدنا كلنا ضحايا الحروب وشفنا الحروب فالمطلوب أن تكون قرارات الحرب والسلام بيد الدولة دخلنا عام جديد وكانت تبنياتنا أن يكون عام استقرار وسلام العراقيين ولكن نشوف بعض الأحيان تصرفات عبثية من بعض أبناء هذا البلد نهاية عام 2020 في يوم 29 بالشهر اعلننا انتهى الحضور الوجود القتالي الأمريكي والتحالف الدولي في عراق وبالفعل ذهبت نجان للقواعد العسكرية العراقية وشافت بنفسها أن قوات قتالية موجودة وحب أذكر أن أحد قادة هذه المجموعة قال برسالة عندما نتأكد من خروج بطلات باتيوت يكون تأكدنا من عدم موجود قوات قتالية أمريكية في العراق أو للتحالف وبالفعل ذهبت اللجان وأكدت عدم موجود بطارية باتيوت واحدة السيد الوزير الداخلي حاضر وسيد الوزير الدفاع حاضر أتمنى يطعون يشوفون يبلفسهم وأبعتنا مجموعة الصحفيين والكل أكدوا على عدم موجود وخروج القوات القتالية أمريكية ولكن مع الأسف الشديد منذ الأيام عملات عبثية بإطلاق صواريخ غير مسؤولة على معسكرات عراقية بامتياز ما بها غير ضيوف بعضها وبعضها بالخالص عراقية ما بها حتى مشتشارين ما موجودين أجب أن نعترف في عراق حاجتنا لمشتشارين ومحتاجين ما زالنا للدعم الدولي في الحرب ضد داعش داعش ما زال موجود لشكل تهديد فأتمنى من الجميع ومن يقوم به العامة أن يفكر ألف مرة قبل أن يطلق صاروخ واحد يذكر عوال الشهداء والتضحيات اللي قدمناها يذكرون الدماء اللي خسرناها على هذه الأرض وأن العراق ليس حديقة خلفية للحروب أو لتصفية خصومات النقطة الثالثة التي تثيرها حقيقة أثرت فيها يوم الأمس كذلك عن طريق نداء شاب مسكين سبع سنين بالسجن موجود بدون أي تهمة سبع سنين من عمره قضية بالسجن مع مجرمين ومع الرهابيين ومن ثم يطلع بري وأقولها بكل صراحة أنا في ثلاثة السجون شفت شباب مساكين في أمر الورود وبعثهم تحت سنة 18 سنة تم اعتقالهم من بعض المناطق في العراق تحت تهم كيدية وتحت تهم معينة ومن ثم لحدها اللي أحضر تضمون محاكم بعثهم صالة خمسة سنين استسنين أنا تكلمت مع السيدة يسمى السقضاء قبل فترة سنتكلم اليوم لتأسيس لجنة لتصفية ومعالجة هذه القضاء الكيدية اللي راح بها كثير من ضحايا من أبناء شعبنا في كل مناطق عراق منون استثناء ولكن مع الأسف الشديد ما زال بعض يقبع في السجون بتهم ما أزل الله بها من السلطان الحادث الأخي سنتكلم عليها حادثة الحلة من اللحظة الأولى لحادثة الحلة حادثة قتل أبرياء بتهم كيدية بدم بارد من قبل مؤسسات أمني عراق هذا غير مقبول دم عراقي غالي ومؤسسات أمني يجب أن تعيد تقييم منتسبية بالخصوصات الداخلية هذه ليس أول حادثة قاعدة تحدث خلال حكومة وليس الحادثة الأولى على مدى 11-11 سنة تتكرر بين فترة وأخرى هناك ضعفات نفوس نحتاج تقييم لضباطنا لمنتسبين من غير معقول أن ترتكب هذه الجريمة وأنا كنتم تابع الموضوع لحظة بلحظة لزيل نجل تحقيق محايدة من جهاز الأمن الوطني لمتابعة هذه الجريمة البشعة راح بيها ضحية لخلافات عائلية شخصية تستغل الدولة وتستغل أجهزة الأمنية تحت عنوان أربع أرهاب وهذا أصبحت تهمة مع أسف الشديد جاهزة لكل شخص يحص في حسابات يجب أن ننتهي من هذه القضية شفنا أربع أرهاب وين ودتنا وشفنا القضاء الكيدية وين ودتنا فأتمنى من الجميع أن نتعاون لحل هذه المشكلة في مؤسساتنا وأتمنى أعوزات الداخلية حقيقة خليصير أن تقوم على تقييم عمل منتسبيها وإشراف شديد على تصرفات من يحاول يستثمر ووجوده في الأجهزة الأمنية هذا موجودة ظهرة في كثير مؤسساتنا الأمنية يجب أن نتوقف ويجب أن تكون جزء من الماضي نحن ضحايا الدكتاتورية نحن ضحايا الظلم من غير ما أقول أن تكون هناك محاولات للظلم في عهد الديمقراطية العراقية وفي عهد مرحلة جديدة من تاخر أخ ترجمة نانسي قنقر